اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجنا تشي تشات ستات طبعا برحب بأمل زميلتي العزيزة وحسيبك بقية أمل مع الجمهور تبتدي تقول لهم بحنا حلقتنا عملي اهلا لأمان النهاردة الحلقة on fire لانها بتناقش قضية اجتماعية اصارت جدل كبير جدا على السوشال ميديا لفترة اللي فاتت وهي قضية الزواج التاني الزواج التاني اتناقش في عدد كبير من الافلام زي الحب الضائع وحب لا يرى الشمس وطبعا الايكونة بتاعة السينما المصرية الزوجة التانية احنا هنناقش جوانب كتير مختلفة للموضوع ده جوانب سلبية بتقع بالضرر على الزوجة الاولى في المقام الاول وطبعا احيانا بتقع على الزوجة التانية لكن المفاجئة كمان احنا هنناقش الاضرار اللي ممكن تقع على الرجل اللي هو في الاساس صاحب القرار واحيانا بياخدوا بموافقة الزوجة الاولى مكتبعات كتير الحقيقة بتبقى ليه اعرفها وقوانينها اللي ممكن تتعارب مع هذا النوع من الزواج لكن انا بشوف انه تشريع الهي لا خلاف عليه ومما انه تشريع الهي لا خلاف عليه يبقى اكيد له ايجابيات ودايما التشريع الالهي لا يوجد فيه اي نوع من الخلل الخلل دايما بيكمن في التطبيق وده حيبان النهاردة معانا من القصص الوقعية اللي احنا هنناقشها النهاردة في حلقتنا طبعا انا يعني شايفة انه السبب الاساسي في ان احنا نتناهيون الموضوع ده الجدل الفضيع اللي حصل على ستاشل ميديا الفترة الاخيرة لما شفنا طبعا الفنانة دورة اللي بنبارك لها بالزواج اكيد والفنانة دورة اول ما نشرت خبر زواجها وعملت حفل الزفاف فجأة لان الناس كلها بتادت تنهال عليها بقى بكومنس كلها سلبيات وساعات وصل كمان لحد السباب ولكن احنا مش هندخل في تفاصيل الزواج الخاصة بالفنانة دورة ابدا لان احنا مش هدفنا ان احنا نطارد حد او ان احنا نعرض حاجات شخصية او خاصة ببني ادم احنا هدفنا بالعكس ان احنا نشوف الظاهرة الاجتماعية ممكن نتناولها ازاي بشكل يحسن الوضع للافضل فطبعا زي ما تفضلت زميلتي امل وقالت ان هو تشريع اليه يعني هو الرادي موجود في حياتنا في يعني في الدين بتاعنا انه بيشرع انه الزواج الثاني يتامل وطبعا ده حصل نتيجة ليه اية معروفة جدا اللي هي وانخفتم الا تقصيتوا في اليتامة فانكيحوا ما شئتم مثنى وثلاث وربع تمام وبالتالي احنا عندنا الاية دي كانت الهدف الاساسي بتاعها هو فكرة انه يعني بعد طبعا ما لاي احنا مش شيوخ ولا حاجة بس بعد ما لجأنا لناس كتيرة من الشيوخ والمتخصصين وعرفنا رأيهم انه كان زمان ممكن يحصل انه الزوجة تبقى ارمالة او مثلا زوجة تبقى متلقة لاي سبب من الاسباب وبالتالي كان بيفضل الاولاد بتاعها اللي هم الارمالة مثلا يبقى عندها يتامة يخاف الناس تخبط عليها لانها طبعا كان في حياء زمان والتزام بالشرع يخافوا يروح يزوروها علشان ما يسقوش للسمع بتاعتها يخافوا انهم يروحوا يساعد الاولاد باي شكل من الاشكال وبالتالي الزواج التاني كان ليه فايدة مجتمعية تخص النوعية دي من السيادة ولكن هل السبب الوحيد هو كده كده لا هو ليه فايدة مجتمعية كبيرة جدا بشكل اوسع وده السبب اللي خلى ان الزواج التاني يتم تشريعه ولكن احنا بقى عايزين نبدأ كده ببال يعني لو ينفع مثلا احنا ممكن تردوا على السؤال ده انتوا من وجهة نظركوا قبل ما نبتدي نناقش كل الموضوعات شايفين ان الزواج التاني السبب فيه هو الرجل اللي ممكن تكون عينه زيغة ولا الست او الزوجة الاولى اللي ممكن تكون احملت مثلا ولا الزوجة التانية او الشخصية التانية اللي بيقابلها الرجل اللي سمحت بان حاجة زي كده تحصل يعني ولا فيه اسباب تانية خالص ممكن تكون هي اللي بتأدي للظاهرة دي تعالوا بقى نشوف الاول ايه الفوائد بتاعته وليه اللي شرعه هو بيفيد المجتمع في ايه بغض النظر بقى ايه يعني انا عارف ان انتوا هتسخنوا كده دلوقتي الستات كلها احنا هنناقش اضراره بس برضا في نفس الوقت ما ينفعش ان احنا يعني ما نتكلمش على فكرة انه شرعيا حاجة موجودة فممكن بعد اتكلم على السبب تشريع وانا قبل بس ما اتكلم عن سبب تشريع انا بس اللي هي تعقيب صغير فيما يخص الزواج بتاع الفنانة الكبيرة دورة طبعا الف الف مبروك لها انا بشوف ان الحكاية دي بتثبت لنا ان احنا ما عندناه ثقافة الخلاف يعني مش معنى انها شخصية عامة انها نسمح لنفسنا ان احنا نتدخل في حياتها الخاصة دي حياتها الشخصية وهي لم تخل بشرع ربنا فبالتالي هي حرة في حياتها مش معنى ان شخص عنده قناعة معينة انه يفرد قناعته على الاخر يطبقها ياريت يطبقها على نفسه فقط نرجع بقى لموضوع الحلقة هو اسباب التشريع بتاع الزواج التاني من وجهة نظري انه وقت الحروب كتير من الرجال بيفقدوا وبيتركوا وراهم طبعا ارامل واولاد ايتام ارامل دول ما بيبقوش عندهم اغلبهم يعني القدرة على الانفاق عن انفسهم او على اولادهم او تسيير امور البيت بشكل سليم بمفردهم وبيبقى في الغالب برضو بتبحث عن اب بديل للاولاد دول علشان يطلعوا اولاد اسوياء في مجتمع يعني ما يبقاش فيه خلل في نفسيتهم كمان النقص بتاع العدد بتاع الرجال ما بيطحش فرصة كبيرة لكتير من البنات انهم يتجوزوا كده فده اعتقد الاسباب اللي اتشالها علشانها الزواج التاني تمام وهو كمان عف على الرجل في حالة انه هو ممكن يكون تعرض لموقف انه بيحتك مثلا بسيدات او حاجة زي كده هو مش في كل الاحوال الصراحة هو في الرجل عدها بايغة دي حاجة عن المتابقين عليها ولكن اللي أصدد انه في بعض الاحيان ممكن يضطر الراجل انه هو يتزوج انسانا علشان يعرف نفسه من انه هو يرتكب شيء خطأ وطبعا احنا عندنا في الشرع فكرة ان الراجل يعني سوري يعني في اللفظ يمشي مع ناس او يتبع سلوك مش سليم مع بنات ده غير مقبول تماما على عكس المجتمع اللي ممكن تكون الزوجة تتقبل انه هو يعرف بنات تانية ويمشي معهم لكن يتجوز لا طبعا ده البعبع اصلا بتاع اي ست فكرة انه زوجة هيتجوز عليها احنا با عايزين نتنهل لفكرة يعني فكرة تانية اللي هي انه احنا عندنا يعني اللي بينفر الناس او المجتمع من الزواج التاني هو انه مش شرع ربنا ابدا بالعكس شرع ربنا عمره ما هيسن شيء وهيكون سيء الينا ولكن اللي بينفره هو ان احنا ما بينطبقوش بشكل سليم يعني ايه يعني يجي الراجل مثلا ممكن ما يبقاش بيعدل ما بين زوجته او زوجاته او هو بمنتهى الجحود يرمي مراته الاولى خالص ويكون يعني كل الفكرة انه هو اعجب واحدة او كده يرميها خالص ويروح رايح لوحدة تانية ويفقد بقى اهتمامه بولاده ويفقد اهتمامه بزوجته الاولى بساعة كتيرة ما ينفقش عليهم او ما بقاش فيه مساواة او عدل في الانفاق ابدا وبالتالي طبعا الست الاولى او الزوجة الاولى بتعاني من اضرار شديدة جدا ممكن الزوجة التانية برضو تكون شخصية انانية شوية وطالما هي شخصية انانية هتحاول انها تحمس الراجل اكتر ان هو يبعد ويبعد عن زوجته الاولى وعلشان كده الزواج التانية ده محتاج راجل بجد لو انت قد ان انت تكون راجل فعلا وتقدر تطبق شرع ربنا اللي هو حطه كشرط اساسي فكرة العدل ما بين الناس او عدل ما بين زوجاتك في الانفاق وفي الاهتمام وفي الرعاية واولادهم يبقى انت تقوم بالخطوة دي مش قادر ان انت تعمل كده انت كده بتبوز المجتمع وبتدي يعني زريعة اقوى ان الناس تهاجم شرع ربنا فانت بوزت الدنيا خالص يعني انت خليت الشرع شيء سيء في نظر الناس وكمان في نفس الوقت انت ظلمت الناس والظلم الناس ده اكيد اكيد هيبقى ليه مرضود سيء عليك في المستعبل فدي كده اول حاجة لو يعني شفنا بقى انه يعني فكرة انه في مثلا قصة يعني هحكيها لكم كده كان في راجل يعني ده بيدي مثال ليه موقف من الموقف اللي حصلت انه كان في راجل الراجل ده حب انه هو يتزوج زوجه تاني وانتهى البساطة راحوا اقل مراته الاولى تمام كويس قوي الراجل ما عملش حاجة غلط اهو راحوا لقل وزوجته وزوجته تقبلت الوضع في الاول متخيلة يعني انه ممكن يكون يعني دي حاجة كده نزوة حاجة مش مستحيل تحصل صدمة مثلا من الكلام اللي قاله فما ادركتش المهم انه هو بعد ما وفقت ابتدى ينشي في الاجراءات وفعلا حصل كتب الكتاب بعد ما حصل كتب الكتاب فجأة الزوجة فائت لنفسها وقالت انا مش قادرة استحمل الوضع انا فعلا مش قادرة مش قادرة ان انا اتخيل انك ممكن ترتبط بحد تاني والعشرة بقى والاولاد والجودة كله اللي اكيد اي ست في موقفها لازم هتحس بالاحساس ده واكتر كمان فبالتالي اللي حصل انه الزوجة لما بينت اعتراضها الزوجة عمل ايه فضل انه هو يفضل مع زوجته التانية وراح مطلق مراته الاولى المفروض طبعا في موقف زي كده المفروض انه الزوج يقوم بانه يحاول يحتوي زوجته يعني حاول ان انت حتى احنا مش بنقولك ما تتجوش لانه ده يعني شرع ربنا وده حقك ولكن بنقولك تحتوي من زوجتك الاولى لازم ان انت تتعامل معها بحيث ان انت تخليها يعني الصدمة بتاعتها تخف شوية وفي نفس الوقت الزوجة الاولى انا بنصحها ان في موقف زي كده مش ضروري ابدا تتطلقي لانك لما هتتطلقي هتعمل ايه هتصبحي انسانة مطلقة وفي الاخر برضو هتسعي على ان انت تدوري على زوج ومش بعيد ان انت تبقي زوجة تانية في وقت من الاوقات فدي كده يعني مختصر لقصة بتبين انه احيانا كتير ممكن يحصل جور على حق الزوجة الاولى من الزواج التاني وطبعا هو رماها بالاولاد بكله بسنين عمرهم وده شيء اكيد يعني ما يصحش انه هو يكون في عندنا افكار تانية طبعا؟ طبعا احيانا الزوجة الاولى زي ما بنقول بتدفع الرجل انه هو انه هو يفكر انه يتجاوز المرة التانية انا بشوف انه هي في بعض الزوجات بتبقى بتكرس اهتمامها كله من مجرد ما يتوجد طفل في حياتهم للطفل ده وده ما بيبقاش يعني شيء سليم لانه هو يعني طب انا اسفة امل انا هقطك دقيقة واحدة لشان احنا معانا اتصال استاذ احمد معانا دلوقتي علو استاذ احمد السلام عليكم عليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم احباط الله وبركاته اتصال معلش يو استاذ احمد بو ممكن توضح صوتك شوية اتصال انا استشير حضرتكم في حاجة يعني معانا اه اتفضل اتفضل حضرتك انا متزوج ومعا اولاد تمام وانت بحب واحدة القوي قبل الزواجي ماما دلوقتي يعني طبعا الاولادية اتطلقت كانت من الزوجي واتطلقت تمام فانا يعني زي مقولك ده يعني الاحساس رجع لا تانى بس ده انا شافوا بالنسبة لا احمل زوجتي لي اولادية تمام يعني هتشايف ان زوجتك هي مهملة فيك او حاجة فده السبب ولا بمنتهى الامانة كده زوجتك كويسة بس انت عملت للتانية لما عرفت انها تطلقت هل جربت ان انت الاول تحاول ان انت تقاوم في زوجتك الحاجات ببساطة كده وبراحة اه يعني حاول يا استاذ احمد ان انت تقاوم زوجتك براحة بالهدوء حاول ان انت ترجع الحوار انا ده مهم عشان البيت يستقيم وده اهم عشان خاطر نفسك والزوجة الاولى وللاولاد انا بطلب منها حاضرتك انا بطلب منها حياتي يعني انا بطلب منها حياتي انها تنسيني تتنسيني حب لولاني طيب عرفها ورشدها وحاول كمان ان انت تعرفها على الطريق اللي ممكن منه تخليك ان انت تنسى وانت كمان حاول تساعدها يعني حاول انت كشخص تتغير معها ما تبقاش انت بتغير فيها وانت مصمم على انك الوضع القديم هو اللي في بالك تمام هو عموما انا بشكرك جدا يا استاذ احمد واحنا اكيد هنرد عليك في الحلقة علشان برضو ما انطولش على المكلمة بتاعتك هتسمعنا وهتسمع حاجات احنا مفروض بنقولها ولكن انا نصيحتي ليك بجد لو زوجتك انت مش عارف تدلها على طريقة او اسلوب ان هي تحسن من طريقتها معاك حاول ان انت تدلها على مثلا اماكن او شخصية ممكن تروحولها زي استشاري او دكتور بحيث ان هو يقول لها بالضبط ممكن تكون كيفية التعامل ازاي دي جزئية الجزئية التانية ان انت عندك اولاد انا متأكدة ان الاولاد هيتأثروا بزواجك التاني طبعا ما نقدرش ان احنا نقولك ما تعملش ده لان ده شرع ربنا ولكن لو تقدر تقاوم الشعور فهو اقوم وافضل عشان تحافظ على بيتك الاول اللي انت يعني اسسته في الاسلوب متأكد طبعا ان فكرة العدل مش سهلة انك مش بس تعدل ماديا ده انت لازم تعدل عاطفيا ما بينهم عشان خاطر الولاد حتى ما يتأثروش وده مش سهل احنا كنا عايزين نكلم بخصوص الجزئية اللي حصة فعلا بالستة يعني التليفون ده كان هو ده جيف وقته جيف وقته الحقيقة لان احنا كنا هنتكلم عن النقطة دي ان الزوجة الاولى بساعد بتدفع الزوج انه يفكر في الزواج التاني لان هو هي بتكرس اهتمامها للاولاد وحتى بتنسى نفسها وبتنسى الاهتمام بزوجها فيبتدي هو يدور عن الاهتمام ده بره انا بشوف ان الصح انه يوجهها هو بنفسه اكتر من مرة اه واذا فشل يبقى الافضل انه يروح للمتخصصين في العلاقات الزوجية اه حيساعدوهم ان هما يعدوا الخلاف ده اه لان حقيقة ان انك تاخد قرار الزواج التاني ده اه يعني اضراره كبيرة جدا على الزوجة الاولى وعلى الرجل نفسه يعني لو شفنا ان الزوجة الاولى بتتضر انها بتحس انها محطوطة ما بين امرين كلا هما مر اه واحد انها تكرر انها تكمل على الوضع ده وده بيحسسها بالاهانة وبتبقى نفسيتها مش مظبوطة ويبقى البيت فيه لغبطة كبيرة جدا الحاجة التانية انها تكرر انها تنفصل والانفصال ده بيبقى ما ثابت انها قاعد يعاشت سنين طويلة اه بتبني في صرح بالنسبة لها الصرح ده في لحظة بينهار قدام عينيها وده من قرار مستهل اطلاقا بالنسبة للراجل بقى الحقيقة هو بيجيله من الحب بجانب زي ما بيقوله لانه الدرر عليه بانه هو بيحصل تشتيت بالنسبة له على فكرة انه يكفي البيتين سواء معنويا او ماديا وخصوصا من الحياة الاقتصادية مش سهلة يعني بالاضافة انه هو الزوج احيانا بتستغل الاولاد في الانتقام من الاب اللي هو بتحس ان هو ازاهة فده بيسيق العلاقة ما بين الاب والابناء وده بيسيق نفسية الاولاد وبيسيق نفسية الرجل لذات نفسه تمام طبعا يعني لو قلنا على الكمية الاضرار الممكن تحصل فهي كتير وبرضه هنرجع تاني ونقول ده سببه ان احنا ما طبقناش الشرع او مامشناش بالطريقة القويمة اللي قالها لنا الدين وكل واحد يمشي حسب اهوائه وحسب انانيته هو عاوز يبسط نفسه في حتة او الزوجة برضه تكون انانية ان هي مش عايزة يعني عايزة تماشي البيت بمزاجها وباحوالها او تهمل وفي نفس الوقت الزوج يستحمل فدي كلها حاجات المفروض ان احنا نقومها علشان نقدر ان احنا نعدي الجزئية دي طبعا بقى نيجي للطرف التالت الطرف التالت اللي هو الزوجة التانية او اللي يعني سمعتها بقى في المجتمع عندنا ان هي الشخصية الشريرة المرأة بقى اللي هي راحت لعبت على الراجل وراحت هي وقعته وخدته بقى من على بيته ولاده ده الكلام اللي على طول بيت قيل الحقيقة انه ممكن اه يكون فينا مزج كده يعني بشوف ممكن فيه ستات ما يحللهاش اصلا انها تعمل علاقة مع حد او تتجاوز حد غير لما يكون حد طبع حد تعرفه يعني لازم اخد اللي في ايد اللي قديني فيه ستات نواياتها كده ولكن مش ده اللي بيبقى على طول بالعكس انا بشوف الاغلبية ان الراجل هو اللي دايما بيسعى انه ياخد الخطوة دي يعني كتير جدا الجيلة بتبقى هي اللي بتسعى انها تتعرف على واحدة واثنين وثلاثة رغم انه هو متزوج وبتبقى عايزة تسعى انها تروح باي شكل من الاشكال انها تعرف الستات دي ممكن يكون في الاول بيحاول يجرب تجربة انه يعني تكون المعرفة كده معرفة يعني من غير بقى زواج ولا حاجة وده للأسف شيء غير مقبول تماما ولكن بيصطدم ان فيه نوايات لا تقبل الموضوع ده وانه مش هينفع معاها الاسلوب ده وبالتالي يبتدي بقى الفكرة بتاعت انه هو يفكر في الزواج كمان الزوجة التانية زي ما اتفقنا هي مش دايما جانية ساعات كتيرة او بيبقى مجني عليها يعني فيه اوقات بتبقى الزوجة التانية هي كمان تظلمت في الزواجة دي لان هي ممكن تكون مثلا مطلقة او ارملة او مثلا فتحة قطر الجواز او الحاجات دي كلها هي بتدور على سند في الحياة ونفسها انها تلاقي حد كويس او راجل زي ما هي متخيلة انه هيكون سند ليها او عود ليها عن اللي فات فبالتالي تتصرف ازاي هتشوف شخص بيحاول يقولها او يوريها قد ايه هو جدع وقد ايه هو معجب بيها ممكن يكون سند ليها وفي الاخر ممكن في بعض الاحيان كتير جدا تصطدم بان الواقع غير كده خالص وما هو الا تكرار لتجربة سابقة برضو كانت اتظلمت فيها وبالتالي الراجل ممكن بقى يأزيها باي شكل من الاشكال معنا القصة القصة دي مؤثرة جدا جدا عبارة عن سيدة برضو بتتكلم او بتشتكي بتشتكي انه هي عندها مشكلة في انها تزواجت زوج تاني وزوجها ده كان هو اللي بيسعى ليها بشدة وبعد كده هو طبعا يعني جاب لها شقة ايجار بقى يدفع الايجار لكن مصارفها هي بتتوليها عندها بنت كان ساعات سيجي يدخل البيت وهي مش موجودة وبنتها كبيرة في سنوي وموجودة في البيت كانت تقول له لأ خدها بقى سبب لزعلة وبقى ما يجلهاش غير كل ممكن يعني شهر ولا حاجة يجلها مرة وفي كل مرة بعد كمان ما اتفقوا على انهم خلاص هي الوضع مش عاجبها وان هي متضايقة من طريقته معاها واهملوا ليها يعني لا صرف ولا كمان بيراعي الحاجات الاجتماعية اللي المفروض يتموا مراعيتها ولا كمان بيقدل في فكرة الاهتمام ولا هو سند ليها ولا لأولادها ولا اي شيء وبالتالي في الاخر ايه اللي حصل اللي حصل انهم اتفقوا على الطلاق ومع ذلك يجي وما ينفسش الطلاق وبرضه يبقى طالب ان هو كل واجباته تتنفذ وفضل معاها الوضع كده وهي مش عارفة تتصرف زي حيانا بعتبر النوع ده من الرجال اذا يعني في وضع ده يعني ده انا بشوف ان النوع ده من الرجال بيمر بازمة هي ازمة منتصف العمر يعني هو بيبقى شايف انه عمل حاجات كتير قوي لأسرته والغيره لكن هو ما حققش حاجة نفسه فيبتدي يقول انا فين من الحياة دي ويبتدي ياخد الجواز كنوع من انه يعني يعيد له الحياة من جديد والحقيقة دي فكرة مش مظبوطة قبل لان هو بعد فترة من الجواز ده بيبتدي هو نفسه يحس انها بقت حمل عليه تقيل ويبقى ظلم الزوجة الاولى وظلم الزوجة التانية اللي هي كانت بتسأل نفسها هو انا اتجوزته ليه وانا اتجوزته علشان خاطر يحقق لي الاستقرار والامان وحتى يسكت ألسنة الناس وهي ما خدتش اللي هي كانت عايزان من الجواز وهو نفسه زهق يعني هو عملها تجربة وعدت وكمان الجراءة في انه هو بيماطل في الطلاق اللي هو ربنا قال تسريح بإحسان طب انا بسأل هل انت مش خايف من ربنا في الاخرى انت خلاص حتى التجربة خلصت من عندك حاول بقدر امكان تنهيها بشكل لطيف ملاش تدخل تدمر كل حاجة كده هو طبيعي يعني اكيد يعني ساعات بيبقى في بعض الناس عندها انانية جديدة قوي في انها تعترف بخطأها او انها تستغنى عن شيء الا بمزاجها يعني فيه رجل يحس كده ان لا لازم انا لسيب الحاجة بمزاجي كمان الست ممكن تكون الست كمان زوجة الاولى اصلا هي زهقت كمان من الحياة او كده ولكن مصممة انها علشان خاطر هو هيتجاوز واحدة تانية ابتدت بقى تفوق لنفسها او ابتدت انها تحس انه لا ما ينفعش ان انا سيبوه فاحنا بنقولكو كده من الاول حاولوا ان انتو يعني الزوجة التانية مش خطوه سهله ابدا يعني اه الشرع حلله ما بنقولش ان هو حرام ولكن هو خطوه مش سهله موجود اه لمراعات ظروف اجتماعية حصلت خلي المجتمع افضل وما فيهوش فساد ولكن لازم تكون قدها لو انت مش قدها كراجل وعارف انك هتقدر ان انت توفق الامور بشكل فيه عدل ومزبوط يبقى رجاءا لو سمحت ما تعملش كده كمان انا عايزة اقول الست يعني او الزوجة الاولى يعني ما تبقاش دايما الشمعة اللي بتحترق من اجل الاخرين يعني انت اه نفذي كل الحاجات اللي مطلوبة منك في الزواج ولكن انا بشوف مثلا قصة الستات بتقولي ده انا ديته كل حاجة مش عارفة كانت في مراس اهلي ادتها له انا اعملت له مش عارفة ايه وايه وايه فيه حاجات كتيرة جدا مش مطلوب منك تعمليها لكن مطلوب منك ان انت تنفذي طبعا شرع ربنا في مراعاتك لزوجك واهله وما تخلقيش مشكلة ليش المراعادي لي ان تنسيكي نفسك يعني مش معنى ان هو اه اه اسرة وكده انا كمان لازم يقاليه حياتي الخاصة يعني ما مفصلهاش عن حياة الاسرية ايه يعني قربنا نخلص بس لازم ناخد تليفون الاستاذة امو شايماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم ازايك امو شايماء الله يسلام حضرتك انا بحيى حضرتك على الحلقة الجميلة دي مرسي جدا وحيى جميع العملينا في القناة مرسي جدا بشكر حضرتك على المعلومات القيمة دي بس عايز حضرتك بس تدي اه كلمة للرجال ان هما فعلا اه كل اللي حضرتك قلت عليه ده فعلا بيفصل بس مش معقول ان مرأة هتتجرق وهتتصل للرجل ماشي وتقف هتعكسه بمعنى صح يعني او كده وهما الرجال هما اللي بيبدأ في الموضوع دي اه فهما الرجال بتعلم هما اللي بيبدأ في الموضوع دي عم طريقة او موطة او اي حاجة الواحد ماشما كان برضو تباع عادية الامان عادية رقم تليفون على ده والده 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 اه امان يعني برضو وكده بس هو الرجل هو اللي بيدخل ويبدأ في الموضوع ده صحيح احنا عاجزين بس الامان بس الحريم او الكتات ماشي عايز حضرتك بس تبلغ السلام للرجال اللي هما بيدخلوا للحريم عم الطريق بس ده اه طبي علاها بيه وكده وكده وكلام برضو حلو ومضوع ومشارفة وكده وبعد كده يعني يعني هي في المبانى وبانها وكده يعني لها حضرة وكده هي النصيحة على فكرة مفروض تكون للست مش للراجل يعني بش 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 حبيثت جدا جدا على الحلقة وكلام الرائل بنشكرك جدا يا ابا شايماء يعني احنا بنشكرك جدا وكان عندك نصيح يعني انا بشوف ان هي اللي مفروض تنتبه ان مش كل كلام معصول شيء يتمشي وراي يعني هي مفروض تبقى يعني مركزة وحط لنفسها بيزيكس يعني تمام هو فعلا كمان لازم الست اللي في البيت تاخد بالها كويس جدا وتحط في اعتبارها انها تلهي جوزها باي طريقة لطيفة مش بانها تزعق له للأسف وقت الحلقة خلص وبنشكركم جدا على متابعتنا ونتمنى ان انتو يعني نكون اضفنا اي حاجة بسيطة او يكون فعلا فيه كلامنا فيه فايدة للجميع وهنستنى اجاباتكو بقى على الاختيارات بتاعت البال او الاسئلة اللي احنا قلناها تفتكروا مين السبب وليه شكرا لكم بشكركم وبشكر طبعا زملتي امل وان شاء الله على وعدة بنقاء الجمعة الجاية الساعة 12 ونص شكرا لكم مع السلامة